الحصة اللي كان ديرها الأستاذ علاء أنا نعطي لكم كمان جو واي شوز أوكي منشا حان انتقده هو كصحفي و كشخص لعني ما يحق ليش ولكن أنا كمان جو وايه سون اميسيون كيفاش ولي تنشوف الشعب التونسي لعني كنت غال طفيح ساباتي احتمشيت التونس وعاشرتون بش شفت الحقيقة بليك ما هومش غاهاكك احنا يا كشعب يعني خارج تونس مانش توانسا كنشوف الحصة على الانجولو نسيته وهم يموتوا على النفقة ناس كل تطلقوا تتزوجوا كل راجل عنده مرا وعنده صاحبته في الخارج البنات عندهم سليماش كو تواسيخ كوليدو لا تونيزي النفقة بليك التونسي موت على الدور وهو ليس كذلك تماما الحقيقة مش هيك هذه الحاجة اللي روشت لها انتها في الحصة تاعك انا من حصة يفتح السيطار ولا يفتحها ما نسيت يفتح قلب نسيت وست ما ذيك تعريده وكنت شوفت وين سب واحدة الطريقة تعي موتوا على الدور ليه تقدر معا تقولك النفقة 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 هذا وش كين في ذيك الحصة النفقة وما شافش ولاده النفقة ومشى معا وحده نفقة وانا يا حرة وانا ربما ندارنا وكين حواج من سا سبس دون توت لا بلانت هذو المشاكل يصروا في كل المجتمعات مسلمة مسيحية علمانية مي تصالتو الضو دايما على الاشياء الخايبة الخايبة يا دي زيست وقت خيست مشاكل اجتماعية ما ما فيهش النفقة وما فيهش طفلة خرجة تصهر للبرة وهربت من دارهم ووالا لسي بوغسا سي بوغسا لينتقدوك الناس وانا واحدة من الناس انتقدتك بكل صراحة لانه صورة تونسي بالنسبة لي كانت التونسي عبارة عن إنسان يموت على دوره لمرأة معلى بلاش براجلات حوو صغير على النفقة الرجال معلى بلومش بالنساهم يحبوا غير يتصوحبوا بلي كل مرأة التونسية تحب تخرج للملاهي وتخرج ل هذه هي الصورة كتشوانا في غيسي سكون كوية اي عبريكي عاشرة تونساش غير شكل تونساش عب حباب وعندو الذوق يا في الموسيقى يا في الفن يا في الحياة اليومية التونسي هو الأب والأم والأخت والأخ اللي ينظلوا على جل باش يقدروا واقفين في الدنيا دي لي ولا تصعيبا سيبا دي تولا في غيسي سكو تشوانتخي وكان يوريها بوحدة طريقة كل يوم حلقة جديدة ها ها دولي اي ما وشنو هادا كسك يسپاس عند الجيران مي هم فان تكونت سيبا فغي تونسا ما همش كيما هكذا كبالعكس وبرافو لتونسا اللي يحربوا باش يحافظوا على صورتهم الصورة الحقيقية لهم الشعب مذوق الشعب عندو مع الفن الشعب مناضل الشعب يهبل الشعب يرحب بيك باللي عندو باللي ما عندوش الشعب يعطيك الابتسامة الشعب يهبل تونسي انا نحب تونسا جاملة تونيزي تونيزي واو حاجة ما الكبار غير ما يعرف الهاش اللي يقولك تونس تونس وما تونس تهبل وما فيهاش المشاكل هذو كامل والمشاكل اللي فيها فيها في البلدان وكل ولا ليس استثناء تونس ليست استثناء وشكرا هذا رأيي فقط والله هذه السؤالة الحقيقية تونسي إنسان مش معقد يعني عقدة الجسد والعقد هذو كامل اللي كان في الدول العربية هو غير هو غير يعني التونسي ما هوش معقد التونسي يعطيه يعيش بيان وعطيه الضحك وعطيه اللعب وخليه ما ما يحوش على الفتنة ويحوش المشاكل ويحوش نسم ثقفين بزف 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 ويحوش المشاكل كيف عطى عرف بلد مو ثقافة أنا بني سبليا عرف بلد مو ثقافة في الفنة تهوف وليفوال تونسي إنني جسد بهم ماشاء الله عليه يده بغلبهم دونسي لا بلدك ايقوميك كامل كامل في هذا المطالع في الأولى هنا في أوروب لاحوش المشاكل متطور والمشاكل ما تخلصش كنا بدى نحكيه حتى الغدوة الصباح تونس تهبل هذي يوت وانسي هبلوا وانا نحبهم مثلا احنا في الزاير الجامية راح تشوف حصة يجيبوا مرات قولوا تفوع ليك ما نرجعش ليك لا بالعكس ما ما ترجعش لي تقولها له بطريقة محترمة نبقى وشعوبكما ما أنا أنا لا أمثيله العربة بس كنا فمي فيها ترى يوزن بلاد يعني أنا عاجس وي جنورو بخيزونت ما دوتو للجيغيني اللي بي ياربني غيين دوتو وولا بس كل مرة العربية عند هذيك الحرمة التحى عند هذيك وانغز كمام دفع ما مقيدات بالدين بالمجتمع يعني ما نهدروش بطريقة هذي هذو كنتو تخلفوا فيهم بش يهدروها كك نو تونسيات بالعكس فينو كما تقولون انتو ماريشا ما يهدروش هكذا كالتونسيات كل هما رقة وهاك تشيذي إِكْسُّزْ مِ تَوَا تَوَا شْنَوَا 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 يَعْتِكْ دُودَا يجب يتَوَا تحسOsOsOsOsOsOsOsOsOOFT